السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء والطلاب الصف الاول الثانوي معكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة في منهج الترم الاول ان شاء الله النهاردة الحلقة رقم اربعة بنتكلم فيها على فنيات وزن المعادلة الكيميائية بعد ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن فنيات الباب الاول والقياس وعلاقة علم الكيميا بالعلوم الاخرى والنانو تكنولوجي وتكلمنا في الحلقة رقم ثلاثة اللي هي الحلقة الماضية عن المعادلة الايونية النهاردة جيه دور وزن المعادلة الكيميائية تخلي بالك عشان السؤال اللي بيجي في الامتحان لازم نخلي بالنا منه ونعرف نحله كويس طيب ايه هي فنيات وزن المعادلة او ايه هو وزن المعادلة اصلا وزن المعادلة هو اضافة معاملات يبقى احنا بنتكلم على الوزن اللي هو اضافة معاملات وكلمة معاملات يعني ارقام الارقام دي قد تكون صحيحة وقد تكون قسور امام المتفاعلات والنواتج طيب بتضيف معاملات امام المتفاعلات والنواتج ليه اللي يتساوى عدد زرات كل عنصر في طرفي المعادل ممتاز جيد طيب ناخد مثال ونعرف ازاي هنوزن المعادلة دي ابسط مثال عندي وابسط تفاعل لازم حضرتك تبقى عارفه تفاعل الهيدروجين مع الاكسوجين لتكوين بخار الماء او الماء هنا تخلي بالك ان الهيدروجين والاكسوجين جزئي صناعي الزرة وكنا نوهنا قبل كده ان احنا عندنا هيدروجين ونيتروجين واكسوجين وفلور وكلور وبروم ويود دول سبع جزئيات صناعية الزرة لما باجه اكتبهم في المعادلة لازم اكتبهم بالصيغة اكسي تو او جزئ صناعي الزرة طيب بعد ما اكتبت المعادلة بالشكل ده عاوز اوزن المعادلة طيب يلا نوزن المعادلة واحدة واحدة مع بعض ونركز هاوي عامل ايه هبص على الهيدروجين في الشمال واليمين الهيدروجين هنا اتنين وهنا اتنين يبقى موزون تمام او الاكسوجين بقى هنا كام اتنين وهنا واحد انا عاوز الاثنين دي تبقى واحد هاضربها في كام في نص المعادلة كده اصبحت موزونة الهيدروجين اتنين واثنين والاكسوجين هنا نص في اتنين بواحد وهنا برضو واحد يبقى المعادلة موزونة طيب ما فيش طريقة تانية للوزن قال لي اضرب المعادلة دي في اتنين لما تضرب المعادلة في اتنين هيبقى تو اتش تو زائد نص في اتنين بواحد يبقى او تو هيعطي تو اتش تو او كده المعادلة برضو موزونة لو قال لي المعاملات بتاعتنا كام هقوله المعاملات اتنين وواحد يبقى ثلاثة واثنين الناحية التانية بخامسة ممكن يطلب مجموع المعاملات طيب المعادلة ديت ما نعرفش اني اوزنها بطريقة تانية اه اعرف اوزنها بطريقة تانية انا عندي هنا كده اتش تو زائد او تو بيعطي تو اتش تو او او بيعطي اتش تو او من غير الوزن ديت كده هنشيل هدوقتي طيب عاوز اوزن هقولك الهايدروجين هنا كام هتقول اتنين وهنا كام هقولك اتنين يبقى موزون طيب الاكسوجين هنا كام واحد في اتنين باتنين واحد اللي هو قدام في الاتنين اللي تحت دي وهنا هيبقى واحد مفيش تحته حاجة لان الواحد ما بتكتبش وقدام المعامل او هنا واحد يبقى واحد في واحد كام بواحد هعمل ايه هبدل هنبدل ازاي الاكسوجين هنا تحته واحد يبقى المفروض اني يكتب هنا المفروض يعني هو ما بتكتبش بس احنا نقول هنا طيب الاكسوجين هنا تحته اتنين هنجين كدبنه كدب بقى عندي هنا كده ايه اتنين في اتنين هيدروجين او مراجح حاطة نوان اتنين يبقى اتنين في اتنين هيدروجين باربعة اتنين في اتنين باربعة طيب الاكسوجين كده اتنين في واحد باثنين. وهنا برضو واحد في اتنين باثنين. كده اصبحت المعادلة موزن. اوضح لك حتة التبديل ديت لمعادلة تاني. طيب. ركز معي. في حتة التبديل. لو انا قلت لك المعادلة دي. زائد اكسورجين. بيعطي. الالامونيوم هنا واحد وهنا اثنين. لو جيت حطيت اثنين هنا كده قدام الالامونيوم. بقى الالامونيوم موجود. طيب. الوكسورجين هنا كام? ثلاثة. وهنا اثنين. هقول لك بعت على نوزن بطريقة التبديل. هقوم جاي قدام المركب كله. وحطيت اثنين. بقى اثنين في ثلاثة بستة اكسورجين. وهم جاي قدام الاكسورجين اللي انا مبدل رقمه. وحطط له هنا تلاتة. يبقى التلاتة ديت هتيجي هنا. والاتنين ديت هتيجي هنا. بقى اثنين في ثلاثة بستة. كده اصبح الالامونيوم عاوزت وزن من جديد. اثنين في اثنين بكام باربعة. بقى المعادلة دي موزونة. كمان معادلة بخاصية التبديل. عندي ان تو. زائد اتش تو. بيعطي. ان اتش ثري. بص على هيدروجين هنا. تحته كام? اثنين. وهنا تحته كام? تلاتة. كلام ده بيتم. والتبديل ده بيتم لما يبقى عندي نفس العنصر. تحته عدد فردي زي التلاتة هنا. وعدد زوجي زي الاتنين هنا. الاتنين دي هحطه قدامها تلاتة. والتلاتة ديت نحطه قدامها اثنين. بص كده معايا اثنين في تلاتة بكام بست هيدروجين. اثنين في تلاتة بكام بست هيدروجين. هذا النيتروجين يتوزن معايا اثنين واثنين. كمان المسال يا مستر. لو حضرتك ركزت معايا في المعادلة دي. بي هو الفوسفور زائد الاكسوجين او بيعطي خامس اوكسيد الفوسفور بي تو او فايف. ركزة كبير كده. هنا الاكسوجين تحته عدد زوجي اللي هو كام اثنين. وهنا تحته عدد فردي اللي هو كام خمسة. هتوزن الزوجة بالفردي والفردي بالزوجي. هتجي هنا قدام الاتنين تحط الخمسة. قدام المركب اللي في خمسة هتحط اثنين. بقى عندي اثنين في خمسة بكام بعشرة. واثنين في خمسة بكام بعشرة. كده الاكسوجين توزن. اوزن الفوسفور بقى في الاخر. ننفي اثنين باربعة كده تمام. طيب. ده كده طريق طريقة توزن. لو احنا عاوزين نوزن معادلات تانية. يعني معادلات اصعب شوية. هقولك بص معي. لو انا عندي معادلة زي دي. بي اي سي لتو. زائد. ان اثري بي او فور. هتعطي. الا هتعطي. بي اي سري بي او فور باي تو. زائد ان اثنين. يلا نوزن ونركز مع بعض. لو حضرتك جيت قدام البي اي. بص على البي اي في الشمال واليمين كده. قال البي اي اي هنا. كام واحد. وهنا كام تلاتة. هم حاطة اتنوان تلاتة. بقى كده الكلور اتنين في تلاتة بكام? بست. ممتاز. طيب الكولور هنا كام? واحد. او مجحة اتنوان كده. ست. عشان يبقى ستة كلور. طيب. لو بصيت معي. السوديوم اصبح كام? ست. طيب هو هنا كام? تلاتة. او مجحة اتنوان اتنين. بقى اتنين في تلاتة بكام? بستة كلور وستة سوديوم. وهنا ستة كلور وستة سوديوم. بص بقى على الباريوم. الباريوم اصبح تلاتة. وهنا تلاتة. بص على الفوسفات. مجموعة الفوسفات مجموعة زرية بتعامل معاملة العنصر الواحد. الرقم اللي قدام المركب هيبقى له. يبقى كده كام? اتنين. وهنا اتنين بقى المعادلة موزونة. هكتبها التاني. واوزنها معك بصورة عشوال. ادى بي اي سي ال تو زائد ن اي ثري بي او فور. هتعطي بي اي ثري بي او فور بي اي تو زائد ن اي سي ال. هقولك بص اجد. السوديوم تحته تلاتة. والكلور تحته اتنين. اللي اعرف اوزن كلوريد السوديوم بتلاتة. يعني ما نفعش حط هنا تلاتة لان الكولور كده مش هيبقى موزون. ولا اعرف اوزنه باتنين لان السوديوم مش هيبقى موزون. او مرياح دماغ له اعمل ايه? الاتنين في تلاتة بكام? بستة. او محططة هنا كده. وابدل التلاتة تتوزن باتنين. واللي اتنين تتوزن بتلاتة. قرن اللي تحت باللي فوق هتلاقي المعادلة بتاعتك موزون. تمام. عندي حتة مهمة لازم حضرتك تخلي بالك منه? ايه هي? وزن معادلات وتفاعلات التعدل. طيب هنوزن تفاعلات التعدل ازاي? اولا يعني ايه تفاعل تعدل يا مستر? تفاعل تعدل يعني تفاعل حمض مع قاعدة لتكوين ملح ومية. طيب انا عندي مثلا حمض زي الاتش سي ال. بتفاعل مع قاعدة زي سي اي واتش باي تو. هنوزن ديات ازاي? هتعطلنا هنا سي اي سي ال تو. زائد اتش تو او. هو مين بتعادل مع مين? الهايدروجين بتاع الحم بتفاعل مع الهايدروكسايد بتاع القاعدة. تمام. انا عندي هنا كم هيدروكسايدة? واحدة. وكم هيدروكسايد اتنين? اتنين هيدروكسايد محتاجين اتنين هيدروكسايد. يبقى الرقم اللي تحت ال او اتش يتحطه قدام ال اتش. كده اصبح عندي اتنين هيدروكسايد. الاتنين هيدروكسايد والاتنين هيدروكسايد بقى طولنا اتنين جزء مية كده توزن. مثال تاني. عندي حمض كابريتيك اتش تو اس او فور. بتفاعل مع اف اي او اتش باي سري. هيعطي اف اي تو اس او فور باي سري زائد اتش تو او. يلا يا حبيب. هنوزن الهيدروكسايد والهيدروكسايد بالهيدروكسايد بالهيدروكسايد. انا عندي هنا كم هيدروكسايد اتنين وهنا كم هيدروكسايد تلاتة. لو ضربت دي في تلاتة وضربت دي في اتنين بقى عندي كده كم هيدروكسايد بربو عليك ست. اتنين في تلاتة بقى كده كم هيدروكسايد ست. يطلع كم مية ست. اوزن معادلتها كده? موزونة يا مستر ايه? تمامي بتلاتة كابريتات. وهنا كده اتنين في تلاتة بستة هيدروكسايد. واتنين حديد بقى المعادلة زي الفل الموزونة. لا معادلة كمان. حاضر من عناي. بص معايا وركز. لو انا قلت لك عندي حمض زي حمض الفوسفوري. اتش تري بي او فور. وقعدة زي هيدروكسايد والسوديوم. الناتج هيعطي ايه ثري بي او فور. زي اتش تو او. هنا الهايدروكسايد والهايدروجين. اوزن الهايدروكسايد بالهايدروجين والهايدروجين بالهايدروكسايد. الهايدروجين تلاتة. نوزنه بواحد. والهيدروكسايد واحد نوزنه بتلاتة ونجو قدام الميا نحط تلاتة بقى عندي هنا كده اتنين في تلاتة بستة هيدروجين وهنا الهيدروجين تلاتة وتلاتة هيدروجين مزبوط طيب المعادلة توزنت اتوزنت والله خلصت خلصت بتوزن الهيدروجين بالهيدروكسايد والهيدروكسايد بالهيدروجين مثال اخير على الحت ديت. طبعا انت بتسأل كل شوية ايه الحاجات اللي بنزلها التحت ديت. ديت معادلات هنحلها جات من امتحانات قبل كده. بص كده معي. لو انا قلت لك عندي حمض زي حمض الهايدروكلوريك. وقاعدة زي قاعدة سلسية زي ال اي ال او اتش باي سري. اوزن كده يلا هنحط ثلاثة قدامين ال اتش. هيعطي لنا اي ال سي ال سري. زي اتش تو. هتحطه قدام الماء كام. هتحطه قدام الماء ثلاثة. ثلاثة هيدروكسي. طيب كده خلصنا ديت. تعالا بقى نشوف جزئية مهمة كده مهمة بالنسبة لك جدا. اللي هو وزن. المعادلات الكيميائية. الخاصة. باحتراك. المركبات العضوية. حاجة سهلة وبسيطة جدا تركز فيه. تركز مع بعض. انا عندي مركب عضوي زي. بيحترق في وجود الاكسجين او اتش. Cardi co2? w etche 2? عند مركب عضوي اسمه حمض ال اسيتك بvoyه. سي او او ا تش. بيحترق في وجود الاكسجين برضو او او. كناتك سي او تو زائد اتش او عند مركب اسمه سكر جلوكوز سي ستة اتش اتش اتناشر او ستة زائد اتش زائد او تو الاحتراف كله بيتم في وجود الاكسوجين وبينتج عنه دي مركبات هيدرو كربونية هينتج عنه ساني اوكسيد كربون وبخار مية وطبع عاوز نيوزن المعادلات بسهولة هقول لك سهلة جدا هتعمل ايه عدد زرات الكربون اللي في المركب العيدوي هيتحط قدام ساني اوكسيد كربون هنا كربونة احط هنا واحد فبتكتبش هنا كده كربونة وكربونة اتنين اه يبقى لازم اجمع هنا كده كم كربون اتنين تتحط هنا طيب عندي هنا كم كربون ستة هم جاء قدام ساني اوكسيد دي الكربون طيب تعالى بقى على الهيدروجين الهيدروجين هنا كام يا مستر في المثال اربعة هم جاء حطت اتنين طيب ليه عشان الهيدروجين بتاع المية تحت اتنين اتنين في اتنين بكام باربعة يبقى كده وزنت دي تمام تبقى عندي هنا كم هيدروجينة ممتاز جمعنا يبقى كده كده كام اربعة هم حطت هنا كده اربعة لا حطت اتنين يا مستر ليه عشان يبقى اتنين في اتنين باربعة انت كده فايق معنا تمام عندي هنا الهيدروجين ستة ولا اتناشر اتناشر هم جاء قدام الهيدروجين نوع بتاع المية وحطت كام ستة يبقى اتنين في ستة باتناشر كده المعددة خلصت قالك لا استنى الاكسوجين لانه ممكن يطلب مني عدد ملات الاكسوجين هقولك الاكسوجين بتوزن ازاي هتريح دماغك خالص اكسوجين اليمين هنجمعه ونطرح منه اكسوجين المركب اللي يضول هو موجود فيه اكسوجين ونقسمه على الاتنين. افهامها مثلا. بقولك اكسوجين اليمين. يمين المعدل. ناقص اكسوجين المتفاعل او المركب العضوي وقسم على كام? على الاتنين. هنطبق في التلات معادلات وعاوزك تفوق معي. ادى وزن الاكسوجين هنخلي بلون مخالف اهوا. بص اكده. انا عندي هنا كام اكسوجين يا ابني? عندي اتنين. ودولكم اكسوجين يا حبيبي اتنين. اتنين في اتنين بكام باربعة. تبتيه هنا اكسوجين? لا. يبقى اربعة لاتنين. يعني نكتب كام اتنين? خلاص كده اتنين. يعني بعدد مرات الاكسوجين هنا اتنين. طيب تعال بقى نشوف هنا. الاكسوجين هنا اتنين في اتنين بكام? باربعة? الاكسوجين ده ا�� كام? اتنين. هنا اربعة واتنين يبقى كام? ستة. هنطرح منهم الاتنين ده. ستة نايس اتنين باربعة. اللي اتنين يبقى كده كام? اتنين. كده المعادلة موزونة? ايوه موزون. ليه? DHI. لان قلنا هنا الأكسوجين بتاع النواتج أربعة اللي هو تنين في تنين بأربعة وهنا كده اتنين يبقى مجموحهم كام مجموحهم ستة هنيجي نشيل الاتنين دهه thee هم من منهم هيبقى كده عندي أربعة اللي اتنين فى الاتنين لو انت جدت يحسب اتنين في اتنين بأربعة أكسوجين واللاتنين ده هم من يبقوا ستة بيتساوى مع الستة للنحاء الثاني ركز معي بقى في المعادلة الأخيرة عاوز احوزين الأكسوجين بتاعي بص يا جبير هنا كده كم أكسجينة في النواتج 6 في 2 بـ 12 ودول كم 6 مجموههم كم 18 هنيجي هنا نشوف كم أكسجينة هنلاقي 6 نقول له 18 ناقص 6 على 2 18 ناقص 6 بـ 12 على 2 يبقى كده كم 6 كده المعادلة موزونة اي موزونة لبقى عد 2 في 6 بـ 12 والستة يبقى كده مجموههم 18 يبقى زي الناحية التانية بقى أنا كده وزنت معادلة كيميائية حرارية طيب عاوزين بقى نشوف المعادلات اللي جات في الامتحانات قبل كده واللي بتيجي في الامتحانات نظامه ايه ونركز مع بعض لو ركزت معايا هتلاقي كده سؤال أولا بيقول لي ايه ما مجموع المعاملات في هذه المعادلات بعد موازنتها أو في هذه المعادلة بعد موازنتها الموضوع سأله وبسيط جدا لو ركزت معايا هتلاقي هنا كده السوديوم كام السوديوم واحد السوديوم واحد وهنا برضو واحد يبقى مجموههم كام اتنين ناحية التانية واحد واحد اتنين خلاص المشكلة مش في السوديوم المشكلة في النيتروجين النيتروجين في المتفاعلات واحد أول واحد يبقى كده كام اتنين ناحية التانية تلاتة واحد أربعة يبقى كده في مشكلة في النيتروجين هقوم جاي يعمل ايه جاي قدام السوديوم الاولاني وحاطت 3 لما حطت 3 بقى عندي هنا 3 نيتروجين و 1 نيتروجين بقى مجموحهم 4 زي دول كده حلو دلوقتي السوديوم اصبح 4 في المتفاعلات و 3 فيه و 2 في النواة فهم جاي قدام السوديوم اللي مش معا نيتروجين وحاطت 3 عشان يبقى عندي 3 سوديوم و 1 سوديوم و 4 ما ينفعش حط التلاتة هنا لان لو حطت التلاتة هنا نيتروجين ما بقاش موزون هرجع عوزونه تاني وافضل شغال كده بقى على طول طيب كده بقت المعاملات بتاعتي مظبوطة هقول لك لا استانى تأكد انت كده وزنت سوديوم نيتروجين شوف الهايدروجين كام الهايدروجين هنا 2 في 3 بكام بستة معادش نيتروجين طب الهايدروجين هنا كام ادى 3 و 3 ست حاله شوف الاكسوجين الاكسوجين هنا كام 3 وهنا 3 بقت معادل كده موزونه اكتب معاملاتك كده 3 و 1 الناحية التانية 1 زائد 3 زائد 1 يبقى المجموعة بتاعنا كده كام تسعة يبقى مجموعة المعاملات تسعة اللي بعدها بقولي في المعادلة التالية اللي قدامي ديت في قيمة معامل الماء عند وزن المعادلة في ابسط صورة معامل الماء هيبقى كام هقوله تعالى بص معاي هو الحديد هنا كام هقول لك الحديد اتنين اهم جاي خطط قدامه ناحية التانية اتنين طيب حطينا هنا كده اتنين الحديد اصبح موزونه طيب الاكسوجين هنا كام الاكسوجين هنا تلاتة وهنا واحد اهم جاي حطي اتنون تلاتة قدام المية هيبقى هنا تلاتة وهنا تلاتة كابل هاي الدروجين احط له كام تلاتة عشان يبقى اتنين في تلاتة بكام بستة وهنا اتنين في تلاتة بستة يبقى وزن المية في ابسط صورة هيكون كام تلاتة هو عاوز معامل المي تمام كده نروح للمعادلة اللي بعدها المعادلة اللي بعدها بيقول لي ايه في المعادلة الموزونه التالي جايب له معادلة الموزونه هيب بس عامل فيها حاجة مش كويسة حطي قيمة اكس مجهول طيب لما يجيب له قيمة الاكس ويطلبها هاوزن عليها بقول لي في المعادلة ديت قيمة الاكس او معامل الاكس بيسوي ايه هقول له الاكس ده ايه اكسوجين هقول له تمام انا عندي هنا كده كام واحد اكسوجين واحدة طيب هنا كام اكسوجين بقى في النواتج عشان نوزن عليه ده اتنين في اتنين بيكام باربعة اكسوجين وتلاتة يبقى كده كام مجموحهم سبعة حلو السبعة دول هنشيل منهم الواحد ده سبعة هنشيل منهم الواحد ده اللي هو بتاع الاكسوجين بتاع المركبة يبقى كده كام ستة ستة يبقى حط هنا نصهم يبقى ثلاثة على الاتنين هيبقى ستة على الاتنين يبقى كام ثلاثة تب تأكد كده ان الاكسوجين بتاعك مزبوط مزبوط حضرتك لو بصت معايا هنعمل حاجة بسطة بس هنشيل دية التاني اهو وعاوزك تركز معاك هو عاوز قيمة مين محتاج قيمة الاكسوجين ده اكس لا يهي لهم من شوية بنوزن مركب ده ازاي قلت لك وزن الاكسوجين بيساوي عدد زراط الاكسوجين في النواتج بناقص المتفعلات وبنقسم على الاتنين هنا اتنين في اتنين باربعة وده هنمن تلاتة يبقى مجموحهم كده كام سبعة شيل منهم الواحد بتاع الكحول يبقى كده ستة اسم على الاتنين يبقى كده كيام تلاتة. هتلاقي عندك اتنين في تلاتة بستة واحد سبعة زي الناحية التانية. يبقى كده الوزن بتاع الاكسجين او الاكس هتساوي تلاتة. شوف المعادلة اللي بعدها. اللي هي رقم تلاتة. هنا بيقول لي ايه? بيقول لي مين التفاعل له قدامي ده? بعد وزن المعادلة في ابسط صورة فان عدد ملات الاكسجين عاوز الاكس برد. عادي. هنجيب المعادلة من الاول خالص. انا عند الان واحد والان واحد. تمام? الهيدروجين هنا كام? تلاتة. وهنا اتنين. بدل يلا. هنوزن الاتنين دي بتلاتة. ونوزن التلاتة ديت بكام? باتنين. كده وزنت الهيدروجين. والنيتروجين عاوزي توزن روخر. النيتروجين دلوقت لو احطت هنا اتنين بقى كده موزوني. فهنا كده في اتنين. وفي هنا اتنين نيتروجين والهيدروجين يتوزن. لسه من ما توزنش الاكسجين. تعال بقى نشوف الاكسجين هيبقى كام. عندي هنا اتنين في اتنين بكام? باربعة. اهو. وده هم من كام? تلاتة. اربعة وتلاتة مجموحهم كام? سبعة. هتبقى سبعة على كام? عن الاتنين. ليه? عشان تبقى المعادلة موزونة. طيب انا كده سبعة على اتنين مش في ابسط صورة لانه هيبقى في كاسر. عاوز اخلص من الكاسر اضرب المعادلة كلها في اتنين. فيصبح شكل المعادلة ازاي? هيبقى اربعة ان اتش ثري زائد سبعة اللي اتنين في اتنين هتبقى سبعة او تو. الناحية التانية اتنين هتضربها في اتنين تبقى اربعة. يبقى اربعة ان او تو زائد ستة اتش تو او. هو عاوز مين? بيقول لي بعد وزن المعادلة في ابسط صورة فان عدد مولات غاز الاكسجين عدد مولات المادة اللي قدام هيبقى بيسأل عن ده هيبقى كام سبعة? نشوف اللي بعده. في رقم اربعة بيقول لي ايه? بقول لي في المعادلة التالية اللي هي قدامي. اهي. في المعادلة التالية. ان مجموعة المعاملات بعد وزن المعادلة. سهلة جدا. تخلي بالك معايا. هنعمل ايه? هنعمل اللي احنا عملنا قبل كده. بص. انت عندك هنا. عندك هنا ايه? الاس اهو. عدد زراته كام? واحد. وهنا اتنين او مجمعها تتنون اتنين. كده وزنت الاس. طيب. بعد ما وزنت الاس الهيدروجين اصبح كام? اتنين في تلاتة بستة. وهو هنا كام? اتنين او محطط له تلاتة يبقى كده اتنين في تلاتة بكام بستة. بقى حضرتك دلوقتي الهيدروجين موزون والاس موزون. طيب. لسه مين متوزنش? الاكسوجين. نوزنه ازاي? الاكسوجين مجموعه فيه. النواتج تلاتة وتلاتة ستة. انهم جاي نحطين له نواتج كده كام تلاتة. بقى اتنين في تلاتة بكام بستة. اجمع معاملاتك يلا. المعاملات هتبقى الاتنين اللي قدام ديت. وهنا تلاتة. وهنا واحد. ما تنساش. وهنا تلاتة. هيبقى اتنين وتلاتة. خمسة. ودولا اربعة يبقى مجموحهم كام تسع. السؤال الرقم خمسة. بقول للمعادلة الكيميات التالية غير موزونة. ها. فان قيمة معامل الماء بعد وزنها في ابسط صور. احنا عندنا هنا كده النحاس واحد. وهنا واحد. خلاص. الاتش ان اثري. هنا الاتش واحد وهنا اتنين. ولو انا حطيت نوان اتنين. هيبقى وزنت الهيدروجين اتنين. ووزنت مجموعة النطرات. بس في هنا حاجة غريبة شوية حصلت. ايه هي الحاجة ديت? النيتروجين في نيتروجين تاني. لو انا جيت حطيت هنا قدام النحاس اتنين. وقمت جاي قدام النحاس ديت حاطة اتنين. بقى عندي هنا كده. النيتروجين كام? النيتروجين كام? انت لو لاحظت معايا كده. النيتروجين هيبقى اتنين في اتنين بكام باربع? وهو هنا اتنين. فهضطر راح اضطنا هو اربع. اربع نيتروجين. حلو او كده. يبقى انا وزن نحاس ووزن نيتروجين. طيب. النيتروجين ما توزنش. لان هنا في اتنين. في اتنين باربع وفي واحد خمسة بره. وفي واحد نيتروجين بره. يبقى كده برضو مش نافع. هنضطر نحط ناوان خمسة. هنا كده هنحط خمسة. طيب لما نحط خمسة هنا كده. معادلة محتاجنا ركز فيها شوية. المعادلة رقم خمسة بيقول لي. المعادلة التالية غير موزون. عاوزين نوزنها. بقول لي في عنا قيمة معامل الماء بعد وزنها. عاوز قيمة معامل الماء بعد وزن المعادلة. ان حاس هنا واحد وهنا واحد موزون. خلاص بكمنه. الهيدروجين هنا واحد وهنا اتنين. لو انا جيت حطيتت اتنين هنا كده. النيتروجين مش هيبقى موزو. لي. لان النيتروجين هنا هيبقى اتنين ولكن طالع في النواتج ثلاث. في انا هعمل ايه? احط انهوان اربع. نيتروجين لي. عشان لو حطيت هنا اربع نيتروجين. هليcek عند هنا النيتروجين اتنين. عون جاء هاتفزين هنا كده اتنين باختي اتنين واتنين اEREبعة. الهيدروجين هنا كام اربع لو حطّت له هنا كده 2 هيبقى كده تمام 2 في 2 ب4 مزبوط بقى عند كده 2 في 2 ب4 4 هييدروجين مزبوط النيتروجين 4 وفيه هنا 2 داخل القوس و2 برة يبقى كده برضه 4 الأكسجين بقى أشوفه كده موزن ولا لا الأكسجين هنا كده 3 في 4 ب12 ونهون 2 في 3 ب6 و2 في 2 ب4 يبقى كده 10 و2 في الآخر يبقى 12 يبقى كده تمام يبقى معامل الماء كامل المعادلة رقم ستة ديها تدريبات ده على المعادلة الايونية. بيقول للمعادلة الايونية المعبرة عن تفاعل حمض مع هيدروكسيد. طبعا المعادلة الايونية بتاعته. قلنا معادلة الايونية للتفاعل التعادل بتبقى معادلة ثابتة H زائد OH بيعطي H2O فبيقول لي مين اللي مش موجود فيها ال H موجود بس اللي مش موجود هو عاوز حكتين مش موجودين ال H وال OH موجودين ال NA موجب والOH اللي OH موجودة يبقى اللي مش موجود هيكون مين ال NA موجب وال CL. المعادلة رقم سبع بيقول لي الايونات التي تكتب في معادلة الايونية النهائية عند تفاعل محلول كولوريد الباريوم مع محلول كابريتات البوتاسيوم طيب إحنا لدينا محلول كولوريد الباريوم با سي إل تو زائد كابريتات البوتاسيوم كتو إس أوفور لو كملنا هيعطي لنا تو كي سي إل زائد بي إي إس أوفور وخليك فاكر ان كابرتات البريوم راصب كابرتات البريوم راصب يبقى انا لو هكتب معادلة الترسيب هكتب كابرتات البريوم في النواتج اللي هي بي إي إي اس او فور نكتبها تحتك اول هنكتب بي إي اس او فور في النواتج ده راصب، آيوناته بقى في المتفاعلات هيبقى بي إي موجة باتنين وايس او فور سالب اتني يبقى الايونات المتضمنة ايونات باريوم وايونات ايه كابريتات تعال بقى كبير كده نشوف الناتج بتاعنا هو هنا بيقول لي او الايونات التي تكتب في المعادلة يبقى ايونات الباريوم وايونات الكابريتات يبقى الاختيار جيم اللي هو ايونات الراسب طبعا انت عاوز برضو تعرف ايه المركبات الشهيرة في الراسب عندنا عندك اشهر رواسب في منهجك ايه جي سي ال اللي كولوريد الفضة راسب ابيض ايه جي تو سي ار او فور اللي هي كورومات الفضة راسب احمر والبي اي اس او فور اللي هو كابريتات الباريوم عندك اي مركب للفضة يقابلك معادة نطرات الفضة اعتبره راسب تعال كده نشوف الرقم تماني بقول لي اضيفة قطرات من هيدروكسيد السوديوم الى كمية من الماء في انبوبة يبقى انت كده بتعمل عملية ذوض طبعا هيدروكسيد السوديوم ان ايه او اتش لما تدوب الناتج هيبقى ان ايه موجب زائد او اتش سالب حلو او طيب بقول لي هنا كده في كمية من الماء اي مما يتلان يكون من محتويات الانبوبة طبعا هيدروكسيد السوديوم لان هيدروكسيد السوديوم بيتفكق وبيتأين الى ايونات اما لو انت بسيت كده هتلاقي عندك هنا الان ايه موجب وال او اتش سالب موجودين فطبعا دول اتنين موجودين وده موجود والجزئات تتحول الى ايونات السؤال رقم تسعة بيقول لي ايه في السؤال رقم تسعة بيقول لي هنا الانيون كلمة اانيون كلمة اانيون ده تخلي بالك منها لانها مهمة اقول يعني ايه اانيون الانيون ده اللي هو الشق السابق الانيون المتبقي من تفاعل كمية زائدة من هيدروكسيد بوتاسيوم مع حمض نيتيك خلي بالك ولك كمية زائدة من هيدروكسيد البوتاسيوم يبقى الانيون المتبقي هيكون ايه بص يا كبير لو انت كتبت كده حمض نيتيك هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم ك او اتش دولا لو حصل بينهم تعادل هيعطي لنا اتش توقو ميا وهيعطي لنا ك او سري طيب هو بيقول لي هنفعل كمية زايدة من الك او اتش يبقى الكيه موجب هيتبقى منه شوية والأو اتش السالب هيتبقى منه شوية انت بقى عاوز الشق الموجب ولا الشقة السالب الشقة السالب يبقى الهايدروكسيدة ولا هيبقى زيت. المعادلة رقم عشرة ودية اخر معادلة هنحلها معارضة ان شاء الله. بيقول لي ايه بقى? بيقول لي هنا في التفاعل التالي. التفاعل اللي قدامي ده. في التفاعل التالي 2AG N غسري زائد NA2S بيعطي AG2S. نلسه ايلك من شوية ايه مركب للفضة معادة نطرات الفضة اعتبره راسب. فده هيبقى راسب. وهنا 2NANO3. بيقول لي فان المعادلة الايونية المعبرة عن هذا التفاعل سهل جدا. هتكتب AG اللي هو الراسب بتاعك. AG2S. زي ما قلنا في الحلقة السابقة تكتبه في النواة وبتكتب ايوناته في المتفاعلات. يبقى 2AG موجب. وS سالب اتنين في المتفاعلات. طبعا ده بيبقى محلول. وده بيبقى راسب. هندور على ديت. ادى 2AG موجب. اقوص. S سالب اتنين اقوص. AG2S. اقوى يبقى الاختيار بتاعنا ده. ده المعادلات تعتبر كده احنا اتكلمنا فيها. مع حضرة طويلة او حلقة طويلة شوية ولكن انت محتاجها يا ريك تركز فيها ان شاء الله. والتوفيق في ما قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.